يا ملاد يا ملادي يا ملادي يا ملادي يا ملادي يا لله ما أعظم الخطب بسم الله الرحمن الرحيم ما يقوله المعلم للطالب اليوم نقرأ الحوار بين المعلم والطالب المعلم ماذا سيقول للطالب إذا لم يحفظ درسه أو إذا كان حفظه ضعيفا أو تكررت غياباته أو يريد أن ينصحه في القراءة الجيدة فما هي العبارات التي يستعملها المعلم للطالب لما لم تحفظ درسك يا ولد أي لماذا ما حفظت درسك يا ولد ما سبب عدم حفظك للدرس فهو يعتذر ويقول هذه المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحني أي آخر مرة أنا أخطأت ولم أحفظ درسي وأرجو منكم أن تسامحوني أي تعفو عني طيب الآن أستاذ يسأل بأسلوب آخر لماذا حفظك ضعيف اليوم لماذا حفظك ضعيف اليوم أي ما أتقنت الدرس وإنما الحفظ ضعيف فما سبب ضعف حفظك اليوم فيقول عفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء البارحة الكهرباء عندما تنقطع فنستعمل لها كلمة انقطعت وإذا تسل فنقول وصلت الكهرباء أو سارت الكهرباء أو الكهرباء سارية وعندما تكون منقطعة فنقول الكهرباء منقطعة فعفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء البارحة وهو في الحقيقة الكهرباء منقطعة منذ أمس في البلد كله فيقول عفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء البارحة البارحة أي أمس الليلة الماضية طيب الآن أسلوب آخر لماذا تكرر غيابك تكرر من تكرار يعني مرة غبت ثم غبت مرة أخرى وغبت مرة أخرى فهذا مرارا لماذا تغب مرارا وتكرارا لماذا تغب لماذا تكرر غيابك غيابك غبت مكررا مرة ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى أما حذرتك أما حذرتك من التحذير تحذير يعني كيش يكون درانا تنبيكرنا فأما حذرتك ألم أحذرك أرجو المعذرة يا شيخ أرجو المعذرة يا شيخ معذرة شاهده يا شيخ كنت مريضا طيب تتبع بإسباعك عند القراءة يا ولد بحيث المعلم يضع إسباعه على حرف ويقول أليف فيقول للطالب كذلك تتبع بإسباعك أنت كذلك إسباعك على نفس الحرف الذي وضعت عليه يعني إسباعي أنا فتتبع بإسباعك عند القراءة يا ولد طيب حاضر سأفعل طيب ويقول للطالب رددوا ما أقول يا أولاد الشيء الذي يقوله لكم أنتم كذلك رددوا معي طيب يا معلمنا ثم يسألهم هل فهمتم الدرس جيدا يا أولاد هل فهمتم الدرس جيدا يا أولاد فيقولون نعم فهمناه جيدا طيب فبهذه الطريقة هذا الدرس يكفيكم هذا القدر منه وإن شاء الله قد نكمل هذا ونأخذ معه التمرين طيب ولكن ليحفظ بهذا الأسلوب لما لم تحفظ درسك يا ولد هذه المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحني لماذا حفظك ضعيف اليوم عفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء البارحة لماذا تكرر غيابك أما حذرتك أرجو المعذرة يا شيخ كنت مريضا تتبع بإسباعك عند القراءة يا ولد حاضر سأفعل أردد ما أقول يا أولاد طيب يا معلمنا هل فهمتم الدرس جيدا يا أولاد نعم فهمناه جيدا ترجمة نانسي قنقر